السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بإذن الله في شرح شبتر 3 من مادة الـ Network Management هنتكلم على مجموعة من الـ Standard والـ Models بالإضافة لغة الـ Abstract Syntax Notation وحندرس مجموعة من المفاهيم في طريقة عمل الـ Network Management ونتعلم مانجر وـ Agent والبروتوكولات المستخدمة أول معلومة هنتكلم فيها هي Network Management Standard أنا عندي مجموعة من الـ Standard هما تقريباً خمسة هندرس كل واحدة منهم بالتفصيل ممكن يجيلي True False أو ممكن يجيلي اختياري أو حتى تعرفات أول حاجة هندرسها اللي هو الـ OZ CMIP OZ جاية من كلمة Open System Interconnection وهو عبارة عن الـ Standard تم ابتكاره من قبل منظمة الـ International Standard Organization يبقى الـ OZ الشركة اللي عملته أو المنظمة اللي صممته هي الـ International Standard Organization الـ OZ بيستخدم بروتوكول Common Management Information Protocol للتعامل مع الـ Network Management الـ CMIP المفروض أنه بيكون جوا مجموعة من الخدمات المضمنة افتراضياً اللي هي Built-in Services وبيحدد لي إزاي السيرفيس دي بيتم استخدامها وإيه هي السيرفيس المطلوبة لتنفيذ الخدمات الخاصة بإدارة الشبكة والتعامل معها بيقول لي أن الـ Open System Interconnection كمان بيديني طرق التعامل مع السبع لير الخاصة بالـ OZ Model حضركوا عارفين أن الـ Open System Interconnection Reference Model كان سبع لير اللي هما الـ Application والPresentation والSession والTransport والNetwork والData Link بالإضافة إلى الـ Physical Layer فالـ OZ CMIP يفترض أنه بيتعامل مع السبع لير الخاصة بالـ OZ Reference Model بنقول كمان أن الـ Open System Interconnection Specification هي Object Oriented يعني معنا كده أنها بتتعامل مع عناصر الـ Network على أنها Object وكل Object بيكون لمجموعة من الـ Attributes والـ Events اللي بتحصل عليه والـ Methods اللي احنا بنستخدمها للحصول على معلومات منه أو تنفيذ وظيفة عليه يبقى إذن الـ Open System Interconnection Specification هي Object Oriented وبالتالي الـ Managed Object اللي احنا بنحاول نتحكم فيها أو ندرها بتكون معتمدة على الـ Object Classes وكمان خاصية الـ Inheritance اللي هي الوراثة طيب يترى هي إيه هي عيوب الموديل اللي اسمه OZ Management Standard إنه هو معقد وكمان إن الـ Common Management Information Protocol كبير وبيستهلك الـ Resources الخاصة بالـ System نتنال للنوع الثاني اللي هو Symbol Network Management Protocol على طول بنربطه بالـ Internet وكمان مين اللي عمله هي طبعاً منظمة اللي هي الـ Internet Engineering Task Force الـ Internet Engineering Task Force هي المسؤولة عن كل المواصفات الخاصة بالـ S&MB بيقول لي هنا إن الـ Managed Object هي عبارة عن Scalar Object في الـ Symbol Network Management Protocol وكان بيقول لي إن الـ S&MB كان مصمم في الأساس للتعامل مع الـ Internet Component يعني أجهزة الكمبيوتر وفقط لكن دلوقت أنا ممكن أستخدمه مع أي حاجة بتقدر تدخل على الإنترنت زي الـ DSL Box أو الكاميرات أو أي أجهزة بيكون لها أكسس على الإنترنت أو حتى الـ Communication Systems يبقى إذن الـ Symbol Network Management Protocol كان مقصود بي إنه يتم استخدامه لإدارة الـ Component اللي موجودة على شبكة الـ Internet لكن إنك أنا ممكن أستخدمه لإدارة شبكات الـ WAN والـ Telecommunication System يبقى زي الـ PCs والـ Switches والـ Routers والـ DSL Modem والـ Telephones وأي Networked Devices النقطة اللي بعد كده بيقول لي إن الـ Symbol Network Management Protocol هو سهل في عملية الـ Implementation وكمان منتشر جداً Widely Implemented Network Management System هو الأشهر في الاستخدام حالياً نيجي لنوع بعد كده أو Standard أخيرة اللي هي الـ Telecommunication Management Network زي ما هو واضح هي كانت Management Network أو Management System مخصص للتعامل مع الـ Telecommunications Devices يبقى إذن الـ TMN تم تصميمها علشان نعمل Managing للـ Telecommunication Network وهي موجهة لموفري خدمة للتصالات عموماً يعني شركات للتصالات مين اللي ابتكر الـ TMN هو الـ ITUT اللي هو International Telecommunication Union اللي هو عبارة عن مجموعة من الشركات والمنظمات اللي بتشتغل في مجال للتصالات المفروض إن الـ TMN بيعتمد على الـ OZ CMIB اللي هو Common Management Information Protocol أو Common Management Information Services الـ Specification الخاصة بيه المفروض إنها بتحدد لي الـ Service والـ Business Consideration الـ Standard اللي بعد كده اللي هي الـ IEEE الـ IEEE Standard احنا بنستخدمها مع الـ Local Area Network ومع الـ Metropolitan Area Network الـ IEEE Specifications بتختص بيه الـ Layers الأولى والتانية من الـ 7 Layer أو اللي هما الـ OZ Model يبع إذن الـ IEEE بتستخدم الـ 2 Layer الأولى اللي هي الـ Physical Layer بالإضافة للـ Data Link Layer الـ IEEE 802.X والـ X دي لها أرقام مختلفة هي عبارة عن مجموعة من الـ Specifications أو المواصفات اللي بتحدد لي طريق التعامل الـ Physical Media والـ Data Link Layer مع الـ Network على سبيل المثال الـ 802.3 هي الـ Ethernet 802.11 الـ Wi-Fi 802.15 تقريباً هي الـ Bluetooth أو الـ WiMAX آخر الـ Standard هنتكلم عليها اللي هي الـ Web Based Management دي لها أنواع مختلفة زي حاجة اسمعها WBMP والGMX والكوربة وهكذا فهو بيقول لي أن الـ Web Based Management Network System بتكون معتمدة على استخدام الـ Web يعني معنى كده أنه حيكون فيه Web Server حنضع على الـ Management System وحيكون فيه Web Browser حنأكسس المعلومات الخاصة بالـ Network أو بالعناصر اللي أنا بتحكم فيها عن طريقه يعني معنى كده أنه بيكون فيه Client Server الـ Client بتاعي هو الـ Web Browser أما السيرفر فهو Web Server يبقى بيقول لي هنا أنه في الـ Web Based Management System الـ Organization Model بيستخدم Web Server Web Browser Architecture نتكلم دلوقت عن الـ Web Based Enterprise Management Standard جمعينة الخاصة interns أنها لا تلوقظر شكرا